فيما ينشغل الجيش اللبناني بالتوتر المتزايد في الشمال ثم تقلق لدى قيادة اليونيفيل من أن يؤثر ذلك على الوضع في الجنوب في السابق كانت 30% من أنشطة اليونيفيل تتم بالتعاون مع الجيش اللبناني الآن مع عدد انتشار بعد قوات الجيش في الشمال وصل عدد الأنشطة المشتركة إلى ما يقارب 10% أي 40 نشاط يوميا من أصل 400 وما يعقد الأمور أن الأزمة السورية خلقت توترا لدى الطرفين اللبناني والإسرائيلي بحسب اليونيفيل تواجد عدد أكبر من قوات الجيش اللبناني في الجنوب ليس الأمر الوحيد الذي تعتبره اليونيفيل أساسيا يحتاج إلى تقوية الجيش اللبناني يبقى الهدوء هشا في الجنوب لسيما مع التوتر الحاصل في المنطقة وبإمكان أي حادث صغير أن يؤدي إلى تدهور سريع ليس في حسبان أي طرف رانافيل LBCI New York